بوتين يقول أن ضربات اليوم على أوكرانيا مجرد تحذير ماذا يعني بذلك وكيف تتابعون في أوروبا وتحديدا في فرنسا كل هذه المستجدات اليوم على العاصمة كييف نعم استفاقت العاصمة كييف اليوم على وقع ضربات ساروخية روسية بطبيعة الحال يعرف الجميع أنها كانت بمثابة الرد عما قامت به كييف بعد تحقيقات توصلت يوم أمس إلى أن هجوم جسر القرم خططت له المخابرات الأوكرانية اليوم الحرب تعود من جديد إلى العاصمة كييف كييف التي كانت ممكن تتمتع بحصان الرئيس دينسكي كان يتجول في كل حرية وكل أمن في كييف حتى كان يستقبل الرؤساء والأوروبيين روسيا أعتبرت أن هجوم جسر جسيرة القرم هو بمثابة العمل الإرهابي واليوم ترد روسيا وتحول الحرب من جديد نحو كييف نتذكر مع انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي كانت هناك ضربات مكثفة على العاصمة كييف كان هناك رتل على مشارف مدينة كييف وصل طوله إلى أكثر من 60 كم ثم انسحب وتغيرت وجه العملية العسكرية اليوم في كل مرة يعني كييف تسدد ضربات قوية لروسيا خاصة الضربات التي تكون في الداخل الروسي في العمق الروسي وليس على أرض المعركة في العملية العسكرية الروسية التي تقودها على أزاء من أوكرانيا اليوم كما قلت الروس يغيرون وجه الحرب مرة أخرى لا نعرف ان كانت هذه العمليات سوف تكون محدودة بمثابة بمثابة التنبيه لسلطات كييف حتى يعني تتوقف عن هذه الأعمال التخريبية والأرهابية في الداخل الروسي لأن ما صرحوا بها مسؤولين روس قالوا هذه بداية عمليات في الداخل الروسي وسوف تكون بعد عملية أخرى تسجير جسر القرم ضربة موجعة وموجعة من الجهة الأخرى أيضا كييف تقول أنه قصف جسر القرم هو ليس سوى البداية وتتوعد روسيا بالمزيد يعني إلى أي مدى الدول الأوروبية اليوم مستعدة لدعم كييف بهذا التصعيد لمدها بالمزيد من الأسلحة؟ ماذا عن الموقف الأوروبي؟ نعم نعم يعني بالنسبة للجانب الأوكراني يقول ما هي إلا البداية ولكن كذلك بالنسبة للجانب الروسي بإمكانها حقيقة يعني تحويل وجه الحرب لمثل ما رأيناه في سوريا وجعل مدينة كييف ممكن يعني مدينة مدمرة بالكامل بمقدورها ضرب كل البنية التحتية اليوم كييف تطلب منظومة دفاع جوي والكل يعرف التفوق الجوي الروسي روسيا التي ممكن العديد يدعي أنها تقوم بحرب روسيا ما قامت به منذ 24 فبراير حتى اليوم هو عملية عسكرية محدودة في الزمان والمكان لأهداف استراتيجية ومعلومة منها جمهوريتي الدومباز وممكن فتح طريق مباشر من روسيا نحو القرب ولكن ولكن انوصلت كييف مثل هذه الأعمال التي يصفها الجانب الروسي بالأعمال الإرهابية بإمكان الروس تغيير وجه الحرب للمرة الثانية ودخول ممكن في حرب شاملة حرب مفتوحة الرئيس زيلنسكي كان حر كان يعيش في منتجة كان يتجول بكل أرياحية كل طمأنينة وكل أمان في كييف ولكن يمكن لكييف أن تتحول كذلك هي الأخرى إلى ساحة حرب الكل يعرف الصواريخ طويلة المادية صواريخ أليكسندر الروسية ماذا يمكنها أن تفعل حتى أن الأخبار التي تأتينا من كييف أن أحد الصواريخ كان بجانب المكتب الرئيسي مكتب الرئيسة لزيلنسكي لذلك من سيدفع الفاتورة في الأخير هم المدنيين لأن الحياة في كييف بعد الأسبوع الأولى من العملية العسكرية عادت إلى حياة طبيعية وعاد الأكران الذين هم من كييف إلى بيوتهم وتواصلت الحياة في مدينة كييف ولكن اليوم كييف لفيف العديد من المدن الأخرى قد تشهد لأن الضربات اليوم ليست كييف فقط كييف وعدت مدن أخرى أوكرانية كانت بعيدة عن هذه العملية العسكرية اليوم الروس يحاولون العملية في كل مرة سوف تكون هناك ضربات أوكرانية تستهدف منشآت حيوية روسية أعتقد أن الروس سوف يردونه وسوف يردون بطريقة أعنف وسوف تبقى كذلك سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أوروبا مجرد دائمة بالمال والسلاح ولن تدخل الماركة مع أوكرانيا هذا يعرفه الجميع وتحديدا شولتس أكد لزيلنسكي منذ قليل في آخر الأخبار التي تاردنا عن استعداد ألمانيا لرفع وطيرة المساعدات لأوكرانيا هل نتوقع هذا الموقف من الدول الأوروبية كافة في ظل هذه التطورات والمستجدات نتوقع رفع كبير بصقف امداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات وهو بالنسبة لألمانيا كانت طلبت من اليونان ممكن في بحر الأسبوع الماضي كانت طلبت منها تسليم أسلحة قديمة سوفيتية كانت تستعملها اليونان لجانب الأوكراني وفيما بعد سوف تقوم ألمانيا بتسليح اليونان ولكن اليوم أي عملية تسليح أكثر أكثر مما وقع في الماضي سوف تكون عملية استفزازية لجانب الروسي بالنسبة لألمانيا خاصة وفرنسا هنا تحدث عن دولتين مهمتين لماذا؟ لأن كلا الدولتين كانت ترعيين ما يعرف بربعات نورموندي التي يجلس على طاولة الحوار فيها الرئيس الفرنسي الألماني الأوكراني والروسي من أجل إيجاد حل قبل هذه العملية العسكرية ولكن فشلت ربعات نورموندي قلت أن الطرفين الفرنسي والألماني لديهم أحراش كبير بحكم أن نافذة الدبلوماسية اليوم المفتوحة الأوروبية التي مفتوحة على موسكو هي ضيقة وضيقة للغاية ممكن يقودها ماكرون وبدرجة أقل محتشمة ممكن تشولز ولكن الذهاب في تسليح أوكرانيا بطريقة أقوى قد يغلق كل أبواب الديبلوماسية وتعرفون في مثل هذه الظروف العالم يحتاج كذلك إلى خط اتصال يبقى مفتوح ودائم بين أوروبا خاصة وروسيا ترجمة نانسي قنقر